أنا مثلاً أنا أحب بنتي تلعب كرة قدم بس أنا أنا اللي مهتمة هي ممكن ما تكونش في دماغي أو تلعب كرة قدم عندها رياضات أخرى للوقت الناس اللي بيجولك أو البنات الصغيرة اللي بتجيلك هي رغبتهم إنه هم يلعبوا كرة قدم ولا بيبقوا أولئة الأمور هم اللي عايزين بناتهم يلعبوا كرة قدم عشان دي نقطة هتفرق في الثقافة والطريقة هو في كل حاجة بصراحة الأكتر إيه؟ الأكتر هم اللي عايزين يلعبوا البنات هيل هيل يتفرق أكتر أه 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 وفي ناس بيدخلوا بناتهم إنه هم فتنس بس بصراحة مش مش أغلب الناس بيبقوا عايزين يدخلوا بناتهم إنهم عايزينهم ألعب كرة لأ بيبقى الأغلب يعني 99% البنت هي اللي عايزة أه اللي هي عايز تلعب كرة أه مش اللي هي داخلة تلعب أي رياضة لا 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 مش مجرد رياضة دول كل بقى قوي يعني وليلين جدا وبيدخلوا بأنه صحابهم ولعبة جماعية مش لعبة فردية بيبقى فيها تغيرات كتير فهما بيمبستوا بيها لكن اللي بتبقى عايزة تلعب هي دي الأساس عايزة أقول حاجة كمان لأستاذ المشاهدين عشان سألتك عليها قبل الهوى بس سألالك لأستاذ المشاهدين يبقى مهتمين بيها جدا البنات اللي بتبقى موجودة في أكاديمية النادي الأهلي مش شرط يكونوا بنات من أعضاء النادي الأهلي يعني أي حد ممكن يروح لأكاديمية النادي الأهلي ويلعب في النادي الأهلي بزبط هو قطاع الأكاديميات أصلا في الكرة في كرة قدم بشكل عام من جوه الأعضاء وخارج الأعضاء ممتاز جدا دي ممكن تبقى النقطة الناس كلها فهمها بس العاملين يعني لكن اللي سألالك المشاهدين ممكن بيبقواش عارفين ممكن فعلا ما يبقواش عارفين النقطة دي النادي الأهلي إنت بقى يبقى ليه فريق موجود في الدوري دوري كرة القدم النسائية طبعا إحنا خلاص يعني هانة قوي هو الملف خلاص مع شركة الكرة حاليا بيدرسوا بعد طبعا ما عملنا اشتغلنا على كل البلان من أولها لأخيرها كان ناقص بس الجزئية الفرق دي الحمد لله تقدمت خلاص مستنين بس الدوق اللي أخضر ونبتدي ننطالك ده إن شاء الله من مجلس الإدارة من مجلس الإدارة والشركة شركة الكرة ويتبقوا جاهزين ونبقى جاهزين خلاص نبتدي نشتغل على النقطة دي نبقى موجودين السيزون ده يعني السنة الجاية